الجزائر مستعدة لمدية المساعدة هذا ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر على استعداد لمدية المساعدة لبعض الدول الشقيقة التي تشهد تطورات سياسية وأمنية وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة السبعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعب الوطني إبراهيم بوغالي قال الرئيس تبون تحديات العالم لا تنسين أزمات أمنية وسياسية وبؤر التوتر الذي يعاني منها العالم الإسلامي التي تشكل أمهات القضايا المطروحة على أجندة الاتحاد وقال الرئيس إن الجزائر تتابع باهتمام التطورات الحاصلة في بعض الدول الإسلامية على غرار اليمن ليبيا سوريا والسودان وتظل على استعداد للبحث عن السبل المفضية للتوافق وتبقى تحريصة على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية كما أضاف الرئيس الجزائر هي تتابع أيضا تطورات بعض الدول الشقيقة وتظل على استعداد لمدية المساعدة للبحث على سبل الاستقرار كما أضاف الرئيس في رسالته نتطلع إلى بحث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة ديننا وأوطاننا